بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالتقوى والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات أول وأفضل الواجبات هو الإيمان بالله ورسوله ثم بعد ذلك الصلاة والصيام ونحوهما وأكبر الذنوب وأشدها هو الكفر بالله تعالى وهو الزنب الذي لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه وما سواه من الذنوب كالسرقة وشرب الخمر وأكل الربا يغفرها الله تعالى لمن شاء من عباده المؤمنين الذين ماتوا من غير توبة ومن جملة الواجبات والفروض تعلم علم الدين الواجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فالذين ماتوا على الإيمان قسمان قسم ماتوا على الإيمان والتقوى فهؤلاء لا عذاب عليهم في القبر ولا في الآخرة وقسم ماتوا على الإيمان وهم من أهل الكبائر أي كانوا يتركون الصلاة والصيام ويشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير مثلا وماتوا بلا توبة فهؤلاء منهم من يسامحهم الله ويغفر لهم ولا يعذبهم أن يدخلون الجنة بلا عذاب ولكن مرتبتهم دون مرتبة الأطقياء ومنهم من يعذبهم ثم يدخلهم الجنة خالدين فيها والله تعالى